اشتركوا في القناة كان في الاستقبال السيد كريستيان استروسي عمدة مدينة نيس وعدد من كبار المسؤولين وكبار المسؤولين في اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للرجل الحديدي بعد ذلك تابع جلالة العاهل المفدى جانبا من منافسات البطولة وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة المالك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الى جلالة الملك المفدى ايجازا عن مشاركة فريق البحرين للتحمل في السباقات بطولة العالم للرجل الحديدي واستعدادات الفريق لهذا الحدث الرياضي العالمي وبهذه المناسبة اعرب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله عن سعادته بحضور منافسات هذه البطولة العالمية واشهد بالعلاقات الثنائية الطيبة الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة وخاصة في المئدين الرياضية والشبابية كما هنأ جلالته اعضاء فريق البحرين للتحمل على الانجاز التاريخي المشرف والكبير الذي حققوه بفوزهم بالمركز الاول والمركز الثاني في سباقات بطولة العالم للرجل الحديدي مشيدا بروح الاصرار والعزيمة وبالمستويات الفنية الراقية والمتميزة التي قدمها لاعبوه الفريق في هذه البطولة منويا جلالته بالانجازات العديدة والالقاب العالمية التي حققها ابناء البحرين في مختلف البطولات والسباقات ومن اهمها فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ببطولة العالم للرجل الحديدي التي اقيمت بالولايات المتحدة الامريكية العام الماضي مؤكدا جلالته حرصه المستمر على تقديم كل الرعاية والدعم والتشجيع لواصل الشباب البحريني عطائه ومسيرته الرياضية بنجاح والمحافظة على الانجازات والمكاسب الرياضية التي تحققت المملكة واثنى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة على العمل الدؤوب الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة واسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية وجهود سموهما الكبيرة لتعزيز مسيرة الرياضة البحرينية وتنويع مختلف الالعاب وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة فيها لرفع راية الوطن في كافة المحافل كما نوه جلالته بهذه اللقاءات والتجمعات الرياضية العالمية والتي تعد وسيلة مهمة لزيادة التعارف والصداقة والتعاون وتعزيز الثقافات بين رياضي وشباب دول العالم وأتمنى جلالته لجميع المتسابقين كل توفيق واستمرار النجاح هذا وقد قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا صديقة السابق حيث اطمأن جلالة الملك المفدى على صحة جلالته متمنيا جلالته له الموفورة الصحة ودوام العافية وقد أعرب جلالة الملك خوان كارلوس عن بالق شكر وتقديره إلى صاحب الجلالة على هذه الزيارة الكريمة وما أبداه جلالته من مشاعر طيبة ونبيلة متمنية لجلالة الملك المفدى وافرة الصحة والسعادة